موسيقى ابناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم موسيقى 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 السؤال الأول كان يقول لي موسيقى يعني اختار الخطأ موسيقى 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 وعليه تبعى دي الإجابة الخطأ المطلوبة لها C لانه هو اكتيفيت بطريقتين الانتجين انتباضي ريكشن والكلاسيكال وي والبروبردين اللي هو الالترنتيب باثوي سؤال تاني ايه اللي هو طبعا كلنا عارفينه ده ايه جرائيل اللي هو سيكريتوري ايمينو جرابلينز مهم في السوبرفيشال انفكشن هل it's responsible for passive immunity يعني الام تدي الجنين شوية ايمينو جرابلينز بلاش لا ده الامينو جرابلين جي هو اللي بيعمل العاملة دي هل responsible for the primary response لا ده الام هو اللي بيعمل الحكاية دي السؤال التالت هل هو الاسي هل هو السيكريتوري ايمينو جرابلينز دي الإجابة الصحيحة هو السيكريتوري ايمينو جرابلينز مهم في السوبرفيشال انفكشن وبيطلع قدنا في التيرز والصلايبا وما شابه it's increased much الالرجي ده الامينو جرابلينز السؤال اللي بعد كده اللي هو ايمينو جرابلين جي all are correct except يعني اختار الغلط ان الجي كان كراف لبلسنتا طبعا انه هو مونومير اصغر واحد it includes the abo system antibodies لا الابيو سيستم انتباضيز هو الامي طايب which can not cross the placent it acts as an option دي إجابة صحيح it is monomer إجابة صحيح وعلي حضرتك هتختار هو طلب الغلط تختار b انه هو it includes the abo system antibodies ضخط طيب السؤال بعد كده cd8 cells هل دي هلبر T cells لا الهلبر T cells هي cd4 هل هي مور نيومرس than cd4 cells لا اللي مور نيومرس هو cd4 مشي cd8 هل هي يعني cd8 cells kill the engine by performing اللي هو performing molecules زي complement دي إجابة صحيح يبقى سيها الإجابة الصحيح are processed in bone marrow and liver ده البي lymphocytes فدي إجابة خطيرة regarding specific immunity all are correct except اختار الغلط نتكلم عن specific immunity هل هي characterized by formation of memory cells صح include large lymphocytes لا specific immunity هي المسؤول عنها small lymphocytes احنا قلنا المخ والعضلات T cells recognize the antigen indirectly طبعا صح وبعدين T helper 2 cell stimulates B lymphocytes طبعا مزبوط اللي هو the humoral immunity وعليه تبقى الإجابة الخطأ وهي المطلوبة انها large lymphocytes لا بيه يبقى الإجابات عن نحو الاتي واحد واثنين الإجابة الصحيحة C for cat 3 B for baby 4 C for cat 5 B for baby طيب ده قلنا اللي هو الامتحان هو جزء أصيل من المحاضرة الامتحان وقلت وهعدها تاني تاني term examination يعني على الأبواب في MSQ أولاد أهم حاجة مش أنك تقرأ نظري أهم حاجة أنك تحل MSQ ماذا تخيل يعني لو هنوزع الوقت مثلا نسبة واحد إلى اثنين يبقى واحد نقرأ نظري واثنين نحل INSQ كثير لكي نعرف الأسئلة بتيجي كثير ده القسم يبقى النهاردة بإذن الله موضوعنا اللي هو Blood Groups وال Blood Transfusion فإحنا عندنا Blood Groups أول معلومة أحبكم تعرفوها أنه الـ RBCs فيها Antigen اسمه Aglutinogen يقابلها في البلازمة وهي اللي بشار عليها من الليزر في Antibodies بنسميه Aglutinin يبقى ثاني الـ RBCs فيها Antigen بنسميه Aglutinogen والبلازمة فيها Antibodies بنسميها Aglutinin ليس مدى Aglutinogen ودى Aglutinin لأن لما بيحصل interaction ما بينهم الـ RBCs بيحصل لها Aglutination تمام طيب سؤال لأولاني بقى الـ Blood Groups are classified according to إيه هل according لل Aglutinogen في الـ RBCs بيحصل Aglutinine Antibodies للبلازمة الإجابة لأول سؤال للسؤال الانتغن لا يتحرك الجميع مع الغراء المهم بالأربيسيز ان تكتب على الانتغن الانتغن هي موجودة للأربيسيز الانتغن موجود كأي أجلوتينج وانتغن اتشدت في الاسل الممبرين ان يوجو الانتغن تتكب على الاسل الممبرين بعد ذلك معلومة عامة انتغن لازمالات أصغر سنة أنه عندنا إنما يبقى في 35 مجموعة من أنواع الاغلوتنوجين يعني يمكن تقسيم الاغلوتنوجين في حالي 35 طريقة فيهم طريقتين هما المهمين لهم الابو و الارئتسيستم بس لأن الانتباطلس في الأنواع دي ممكن تعمل مشكلة في الأنواع الأخرى مفيش انتباطلس ممكن تعمل مشكلة يبقى مش عاوزك تتصور ان البلاك بروبس يقم ايبو و الانتباطلس يقم ام ارئتسيستم لا هما خمس سواتين بس دول اهم اهم ليه ان الانتيباضيس تعادته متعمل مشاكل واحنا شغلتنا كطباء ان احنا نحل المشاكل في فقر المعملات العامة يا اولاد انه اكتشاف الانتيباضيس ده كان في سنة 1900 بعالم مساوي بتاع فيسيولوجيا اسمه كار لانشتاينر كار لانشتاينر في سنة 1900 تصور قبل سنة 1900 دي كان ام واحد يعمل جراحة ينفع يقول له دم هما مش فاهمين فيه بلاك جروبس فطبعا يحصل انكومتابيليتي ياخد فصيلة غلط ما مش فاهمين الفصائل وتنتهي بكوارث كاتاستروفي عشان كده استحق كار لانشتاينر ده انه ياخد في سنة 1930 جائزة نوبل يعني هو اكتشاف في البلاك جروبس 1900 انما خد جائزة نوبل في 1930 على الانتشاب ده هابر من معنمات الطريفة انه هو ما اتشافش غير الـ A والـ B والـ O معرفش ان فيه فصيلة رابعة اللي هي الـ AB يعني عارف فصيلة الـ A والـ B والـ O ثلاث فصائل لكن ما عارفش الـ AB اللي عارف فصيلة الـ AB ده كان في سنة 1902 راجل تاني بس مخدش حاجة اسمه ألفريد فون دي كاستيلو ونفس كار لانشتاينر ده اللي لو لا كار لانشتاينر ما كنا نقدر نعمل الجراحات الرهيبة اللي بنعملها وننقل الفصيلة الصحة فما حصلش انكم تابلتي هو نفسه هو نفسه برضو اللي اكتشف الـ RH سيستم يعني العالم ممتن لكار لانشتاينر في اكتشاف الـ ABU سيستم وفي اكتشاف الـ RH سيستم بعد كده في سنة 1940 إنما هو حاز جائزة نوبي في سنة 1930 يعني قبل ما اعرف الـ RH على الـ ABU سيستم خادها في سنة 1940 ونزوه انه معرفش الـ ABU سيستم كانت هذه هؤلاء فقرة التاريخ واللي في نفس الوقت هي المعلومات العامة نرجع بقى لموضوعنا تاني أنا عاوزك في كل جروب تعرف لي اربع نقاط لو جالك تتكلم على الـ ABU سيستم او RH سيستم غالبا ما بيجيش كده بيجي إنما لو جات لك الحكاية بهذه الصورة هتتكلم عليها في أربع نقاط اهي تعالنا نشوفه مع بعض تقول لي الـ RBCs agglutinogen اللي هي على أساسها بنقاس بالجروب يبقى دي نقطتين وبعين البلازما أجلوتينين اللي هي الـ Antibodies والبرسنتج يعني نسبة هذا الجروب قديه يبقى البرسنتج والجروب والـ RBCs agglutinogen والبلازما أجلوتينين يبتدي بالـ ABU سيستم مع بعض عندي أربع فصائل لو الـ RBCs agglutinogen هو A هتبقى دي فصيلة A احنا بنقسم حسب الـ RBCs لو B لو عنده B agglutinogen هيبقى فصيلة B لو عنده A و B هيبقى AB ما عندوش يبقوا طب تعالي نجي بقى للبلازما أجلوتينين لو أنا بلاد جروب A فكر معك كلام بسيط خالص ما يصحش يبقى عندي في البلازما أنت إيه وإلا حطم نفسي فيبقى عندي أنت بي طب ولو بي قولها أنت بقى عندي انت إيه طب ولو B لا يصحش عنده انت بي وأنت بي لازم كل إنسان يبقى عنده جروب المواكب للـ الـ الاغلوتينجن لو ما يضرش الـ الاغلوتينجن يبقى لو انا عندي ايه ما يصحش يبقى عندي انت بي بي بقى عندي انت ايه ايه بي بقى ما عنديش او يبقى عندي الاثنين تمام ولا تنسى بقى سؤال هنا مهم جدا في الامس كيو ان هذا النوع من الاجلوتينين اميونو جلوبلينز ام اللي هو زي ما نسمو لك بنتامير كان نوت كروس بلاسينتا عشان كده مفيش مشاكل بين الام وجاننا لو اختلفوا في الابي اسيستم تبقى عارف ليه ليه لو هي بلاد جروب ايه وهو البي جنين بلاد جروب بي ما يحصلش مشاكل لان الانتي باضيز من نوع الاميونو جلوبلينز ام هقول لكم معلومة بس من فضلكم ما تقولوهاش وحتى بقولها لزملاء اساسي هل المشاكل عمرها ما تحصل في الابي اسيستم لا سعب بتحصل سعب ببقى فيه بري رير ان الانتي باضيز تاعة الابي اسيستم بتبقى من جي طايب خاصة في حالة اللي هو يعني لو انتي او انتي بي ممكن يحصل مشاكل بس ده اكستريمي رير انه يبقى في هذه الحالة انه يبقى الانتي باضيز من جي طايب ان الانتي باضيز تاعة الابي اسيستم دي ما نقولهاش نيجي بقى حاجات انتو عارفينها بس انا عاوز يعني ايه يعني نعرفها بصورة الطف بص معايا مفضل كلنا حافظين الوراثة في البلاد جروبس ان احنا عارفين الات يا اولاد ان الا والبي دول كو دومينانت يعني سائد بس لو في جين ايه وجين بي يبقى اطلع اي بي يعني شكده سموهم كو دومينانت يعني متساوي السيادة الاو ده ريسيسف كلوكو حافظين معلومة جميلة او اقوي انه الونيفيرسال دونر هو الاو واليونيفيرسال ريسيبيانت هو الاي بي كلنا عارفين هذا الكلام انا عندي تأمل جميل يثبت انه وراء الخلق خالق يبقى مين افيد الاشخاص للبشر اللي هو بلاد جروب او ليه لانه ده بيدي كل الانواع يعني راجل معطاء يونيفيرسال دونر يقدر يدي دم لأي عيام محتاج دم فبرغم ان الاو ده ريسيسف فكر معنا دي حتة حلوة يعني اعتبرها فقر معنا تعمل او ريسيسف لو الطبيعة هي الوراء الخلق الصفة المتنحية الاو متنحية كمفروض تبقى كتير او لا ليه لأ جاوبنا انت صفة المتنحية مفروض تبقى متنحية تبقى ليه لأ لكن لما اقولك ان الاو هو اكثر للانواع البشر خمسة واربعين في المية من البشر بلاد جروب او لانه هو الاكثر نفعا للبشر تعرف انه وراء الخلق خالق انه ربنا سبحان الله كسر القاعدة الطبيعية قاعدة الطبيعية ان الاو متنحية يبقى انفروض يبقى ليه ليل بس الاو هو قاعدة يد واحد فربنا كسر هذه القاعدة اللي بناخدها في الفيزيكس ان المتنحي يبقى ليه ليل وبرغم الاو ريسيسف فهو اكثر انواع شيوعا 45% لانه اكثرهم نفعا البشر لانه انفروض اغدائي على who can dolar تؤكد اللي بقوله الطبيع اوي بي كو دومينت زاد الزائد العسك والانها ثناء السيادة كو دومينت بس هو في نفس الوقت أقل الناس نفعا للبشر أنت قلتوا ليه؟ لأن ده Universal Recipient يعني بيأخذ من كل الناس وما يديش للواحد زيه تالعنية يأخذ من كل الناس يأخذ طب هو كو دومينان لو كانت الطبيعة هي الوراء الخلق يا أولاد كان يبقى الإي بي دائرة يكفي بقى أعتم أدام أنه هو كو دومينان كان لازم يبقى أكثر أنواع البشر لكن لأنه أقلهم نفعا للبشر فمرة تاني ربنا كسر القعدة الطبيعية وبرغم النقود دومينان يبقى كثير لا هو مش كثير هو أقل أنواع البشر عددا وهو 5% ده يثبت شيء واحد أنه هو وراء الخلق خالق أنه إحنا مش مصارين بالقاعدة الطبيعية القاعدة الطبيعية بتقول المتنحي يبقى نايل والسائد يبقى كثير طب هنا المتنحي اللي هو إيه أو اللي هو ريسيسب هو أكثر أنواع البشر نفعا للبشر فربنا خلقه أكثره 45% من الناس هو طب والإيه بيه أقل أنواع البشر نفعا للبشر فربنا خلقه أقلهم 5% برغم أنه هو كو دومينان أتمنى تبقى النقطة عاصلة ومرة أخرى ما عشقت مثل عشق النظام يا أولاد فأنت في كل بلاد جروب لازم تشحني أربع نقاط البرسنتج وبعدين البرسنتج وبعدين الجروب ونوع الأجليوتينجي الأنشيني في الأر بسيزو وهذا الأهم وهذا اللي على أساسه التأسيمة وعليه تستنتج نوع الأجليوتينينز اللي هو الأنتي باضيز للفلازمة تختار النوع المناسب طيب تعاني شوك بقى معلومة الأول مرة هتفهمها هو ليه الـ O يونيفيرسل دونر والـ A B يونيفيرسل سيجل أهو أنا واخد حالة هيا سمها لك ده الدونر O يبقى عنده أنتي A وأنتي B والريسيبيانت A B يبقى ما عندهوش حاجة هنا يعني نقلة طول عمري بقولها في المحاضرات شكلها صح الصح يونيفيرسل دونر بيدي يونيفيرسل ريسيبيانت O بيدي A B في أعلى من كده طيب بص السؤال الرائع ليه الـ N-T-A والـ N-T-B ما تحطمش الـ A B بتاع الريسيبيانت الـ N-T-A والـ N-T-B بتاع الدونر ما تحطمش الـ A-B بتاع الريسيبيانت يعني حاجة ليه ما تبحصلش كده تعال فكر بقى النقطة اللي أول مرة حضرتك تعرفها وتاخد بالك منها ركز في الرسمة أنا زي ما بيقول بأرسم ما أعني وقعني ما أرسم شايف أنا رسم لك البلد بتاع الريسيبيان بلد كبير يعني الريسيبيان مساء عنده 4.5 لتر الإنسان عنده حالي 5 لتر في مطلس الدم وهيتنقله نصف لتر من الدونر خلاص طيب في هذه الحالة يبقى كمية الـ Antibodies بتاع الدونر قليلا هتتخفف في البلد الكتير بتاع الريسيبيان فهتصبح ليس داتا بالي يبقى فهمت ليه برغم أن الدونر عنده anti-A و anti-B ما بيحطموش بالأجليوتينوجين A-B بتاع الريسيبيان لأن كميته صغيرة لأن الريسيبيان ده عند ربعة وص لتر وهتقل له وص لتر حتى مربع صغير يعني كمية صغيرة من الـ Antibodies هتتخفف في البلازمة بتاع الريسيبيان فتصبح ليس داتا فعالية وعلمكم معلومة جميلة جدا للزملاء الأصغر سنة افتحوا دانك بقى الأوائل لما تركيز الـ Antibodies يقل لا يصبح قليل الفعالية وإنما يصبح افتحوا دانك منعادم الفعالية يعني فيه تتر معايل يعني تتر تركيز معايل الـ Antibodies عشان يشتغل فطول ما انت بتدي كمية صغيرة من الدونر للريسيبيانت لو نزل تحت الـ Antibodies كأنه لا يوجد انتباضيس خالص يعني انتباضيس كتير تعمل تفاعل جامد طب القليلة خالص مش تعمل تفاعل قليلة خالص لا تعملش خالص لازم فيه تركيز معايل تتر معايل عشان خطر الـ Antibodies تبقى لها فعالية فطول ما انت بتدي كمية صغيرة من الدونر للريسيبيانت لهو عنده دم كتير انا بطع دم كتير وبتلقى نص نتر بس بالدونر فالنص نتر بيتخفف جوا جسمي فالانتباضيس بتصبح قليلة التركيز فتصبح مش قليلة الفعالية لا فعالية على الإطلاق طيب تعال بقى نطلع بالمعلومة الرائعة دلوقتي تعال بقى إن كيس بلارج بوليوم ترانس فيوجن يعني لو واحد ريسيبيانت فقد نص دمه اهو فاضل النص فالدونر نجبناله دمه اوه ما من كذا واحد اوه نص الدم يعني الدونر بيدي كمية بيرة للريسيبيانت هي بص بنفسك هتنتهي بكارثة يبقى الانتي ايه والانتي بيه هنا معايل يونيبيرسال دونر بيدي يونيبيرسال ريسيبيانت هيحطم الابي يبقى يبقى فكرة نحط بقى قاعدة مهمة جدا اوه مرة تاخد بالك منها للاوائل ما يقولش هيونيبيرسال دونر مizing هيونيبيرسال بيدي والابا أهمة فكرة هيونيبيرسال دونر ميميت كل تسعينة في الخاص في الشرايينت يعني هذا الكلام صحيح لو دعنا ماء دم وليلا في الخاصة كyeonسية للاوائل منغاة هيونيبيرسال والانتي بيدي تسعين نعينة للاوائل مsisع ما انتشايف الرسمة هدي يونيفرسال دولار او يونيفرسال سيبيان اي بي هتنتاب كارثة لان الانتي ايو الانتي بيه في حالة الارج وليوم كميتهم كبيرة ما بينزلوش تحت التركيز القليل اللي مش هيوز بعديم التأثير هيحطموا ال اي بي تماما تحطيمها يبقى نقول بقى القاعدة الجميلة اللي اول مرة تعرفها كويس او ينبقوا الارج وليوم شتن عملي بقتل كبيرة والاختره يورسال دولار حتى رسم لك علامة الموت يعني في هذه الحالة نعمل اي لو الريسيبيان تحتاج كمية دم كثيرة لازم كل واحد ياخد في هذه الثلاثية كمية الثلاثية يعني A ياخد A وB 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 because large volume transfusion تدعي عيان كمية تدري كمية كبيرة لا تتجعل القاعدة أن O ودارة رومي كيف أفعل ذلك لأن O سيبقى أخطر عن واحد دم فبصط على الرسم لأن O سيكون عنده A و B وكما يحطر ما تبعي البجية لان كمية صغيرة يتخفف الانتيباضيس فتركيزها ينزل تحت تركيز معين تحت تتر معين فتصبح مش قليلة الفعلية مع دومة الفعلية وتعلمنا بقى للزمالات الأصغر ان فيه تتر معين للانتيباضيس تحته يصبح تتر معين يبقى دي معلومة اتصور جديدة عليك كلكم فاكرين ان واحد عارف البلاد جروبس كويس لكن النهاردة مع بعض هنكتشف ان فيه خبايا في البلاد جروبس ينبغي معرفته يبقى صلحنا حاجة الاوائل النهاردة ان الطالب العادي يقول الـ O-Universal Donor والـ A-B-Universal Receipt هذه المعلومة تنفع في السكندس كود لكن ما تنفعش الطالب طب لأما في أبطة معينة مغامرة 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 M-Universal-Duner والـ AB-Universal-Recipient يبقى فيلك كلمة المهمة في أبطة معينة مغامرة 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 M-Universal-Duner و الإعادة مغامرة M-Universal-Duner والـ AB-Universal-Recipient كل واحد يجب أن يأخذ اسخص دي معروما تاني القوائي في حاجة اسمها subgroup اكتشفوا بعد كده حاجة اسمها subgroup اكتشفوا ان فيه نوعين من الA يعني دي تعرفها كمعلومة كده ان فيه A1 و A2 وعليه الAB ينقسم الى A1B و A2B ده يسموه subgroup يعني لو سألك لقاك متميز جدا طب تسمع ان حاجة اسمها subgroup ان الAB ينقسم الى نوعين 1 و 2 وعليه الAB الى نوعين A1B و A2B ده اول حاجة ما تنساش اول سؤال كان مهم ان الclassification according to A اهي هجبها لك في الصورة توضع تاني معلومة كانت مهمة ان فين الاغلوتينوجين دي على كاي انتجن موجودة على السيل مهمة تالك معلومة ان هذا النوع انتباضي يبقى في احوال نادرة لا تقول هذا كلام للزملاء ممكن يبقى اجيبه في الحالة دي هي عدل بلاسنتا وتحصل بروبلم ذلك انت تتعلمها لكي لا تستغربش تقول دكتور نجعل لنا رابع معلومة تعلمناها ان ربنا كسر القواعد الطبيعية لصالح البشر فبرغم ان متنحي لكن لانه اكثر نفعا فخلاه اكثر البشر في الدنيا 45% من الناس ده امتة و و برغم النقوة يعني كان مفروض يبقى كثير ربنا خلاه خمسة في المئة بس انه اقل الناس نفعا راجل اناني بياخد من كل الناس وما يديش غير واحد زيه ثم اخر معلومة تعلمناها ان حكاية ال و و و و و كل واحد تدخل اللغة السابة بالحضر و يرى التنقسم ل و نجد هذه المحاضرة الممارسة الآخر كان من الآوائل ليس فقط بجرقة اهم لان انتباضج يعتدي بها انما في اكثر من 35 بلد جروب ايه اهمية الانتباضج اي بي او سيستر واحد طبعا في البلد ترانسيوجيا لو بلعت بغيرها تاخد سكر في البلد ترانسيوجيا انه قبل سنة 1900 قبل كارد لانتشتاينر في سنة 1900 كبه تنتاب كوارث اي عاني ينزف انه يدمش فاهميني في بلد جروب و P��는 الكبه تذهب مندهم حسنا 10 نوب يخ تمتح انها فاكري بج المعارضة يكون هو انه حسنايني في الأرقام eating mic moreAllQ standard يجب انه اهمية مملكة في البلد وهتكتب المعلومات الذي قلناها ولك وهو الجميلة يكتب u universal donor ال follow up اوائل Nice analyses طلبة تكتب الـ A-B-UniVersal C-B-N حضرتك ستكمل بـ Only in Small Volume Transfusion لأنها هي نقلة شكلها صح الصح Universal Dollar O بيد Universal C-B-N السؤال ليه ده ما يحطمش له عشان ده كميته صغاره بيبقى دلوته فبيصبح مش قليل الفعلي عندما ينزل تحته الـ Concentration نسميها تتر يصبح عديم القيمة وعليه من الذي يهمنا في الـ Blood Transfusion يعني يهمنا الـ Reaction في هذا الاتجاه ما بين الـ Recipient of Plasma والـ Donor Arbuses يعني نقولها بطريقة فانية لأنك تقول لكمية صغيرة لو حصل الـ Incompatible Blood Transfusion عارف ميلي بتكسر؟ ليس كرات الدم بتاعتك كرات الدم المنقولة إليك يبقى لما بنقول دم غلط بكمية صغيرة غلط غلط ميلي هتكسر؟ ليس الكرات بتاعتك كرات الدم المنقولة إليك ليه؟ لأن الكمية الصغيرة لأنتباط اللي فيها يتخفف عنك ما يقصرش على الـ Arbuses بتاعتي خالص إنما أنا عندي الكمية الكبيرة فانما تديني دم غلط عندي أنتباطس كتير يكسر كرات الدم الغريبة المنقولة إليك يبقى دائما أبدا لما بنقول دم غلط دي معلومة أول مرة تأخذ بالك منها إن اللي يتكسر كرات الدم المنقولة إليك وإن كان طبعا مش هتفرق لأن الكسار الجواية فهموت وإلا هنعمل زي جوحة لما يقولوا المركب هتغرق فسكت شاو قال لهم هي بتاعتنا القضية مش بتاعتك أو مش بتاعتك محضرتك فيها هتموت يعني مش مهم هي معلومة طريفة إنه لما بنقوا الدم غلط اللي بتكسر مش كرات الدم الحفرة بتاعتي المنقولة إليك لأنه الانتيباطيس بتاع الدونر كميته قريرة ما يقصرش في الكراب بتاعتي خالص لأنه يتخفر بينزل تحت تطرر إنما أنا عندي انتيباطيس كتير بتكسر بكرات الغلط المنقولة إليك دي معلومة جميلة تبع عرفها فهتقول أول أهمية في البلد ترانسيوجين الطلبة هتقول الـ O و AB هتكملهم الـ Universal Donor و AB Universal Recibient وهتقول إن في ترانسيوجين نحن نتخفر مع مع واحدة للمب الـ Reaction ما بين الـ Antibodies الـ Recibient والـ Arbicis المنقولة إليك والدولار ثاني معلومة ايه أهمية الـ ABU System في الـ Disputed Parenthood الأبوة المدعاء لو طفلة لخبط ومش عارفين هل الأسرة دي هي صاحبة الطفل ده في المستشفى أو الأسرة التانية تساعدنا الـ Black Groups طبعاً لقتي في الدين ايه أهم حاجة بيعمل الـ Disputed Parenthood يعني أبوة مدعاء انتوا حفظتها من ثانية طريقة جميلة هل هي تثبت ولا تنفي؟ لا هي تنفي بس التسجود الـ Negative Test لا تقول إن التفلة ده لازم يأتت بتاع الأسرة دى افهم يا من شابهه في البلاك جروبس افرد عشر أسر بتضرب لا يمكن يجي من الأسرة دى لكن ممكن يا بتاع دي أو دي او دي إذاً هي جود Negative Test بشجود Patient ليه بقى؟ لأن البلاك جروبس ياولاد صفات مروثة يأخذ جين من الأب و جين من الأم وعلى أساسيهما يتحدد البلاك دروب طالب يقول لي من فضلك علمنا الوراثة في البلاك دروب تلو معلمتك قريدي قلتلك ان الابي كو دومينانوت اما الو ريساسي يبقى الابي اند او اليوتيرجين ار انهيريتد موراثة تاخد جين من ابوك وجين من الامة طيب الابي كو دومينانت الو ريساسي تعال لعلمك الأراطة في البلاك دروب لو انا خدت ايه من ابي وايه من امي او ايه من واحدة واقومي اقومي الーン هاطلع البلاك الدروب стала موضقتة ايه لانالولو就是 واحد او امتي اطلع ابوب هذه الفاتحة بها لان ев الام has been to call haem ومق chilliلاب ايه لانالولو خدت ابو بايه ومن امي بي اطلع اي بي. طب وامت اطلع او. لو خدت من ابويا او. ومن امي او اطلع او. خد بالك بلد. ده يسموه جينو طايب. انما الاكتشوال جروب انا طلعت ايه يسموه فينو طايب. لا افتكر حتى العيش اللي فينو. يبقى ما تلخبطش لوال لما يسألك قولي الجينو طايب او قولي الفينو طايب. يعني ها دي مثال. لما يقول لك what's your فينو طايب. حضرتك براك جروب ايه. تقول له ايه. ايه. هيقول لك طب what's your genotype. تقول له في احتمال ايه. يا اما ابقى. اي ايه. يا اي او. what's your فينو طايب. مسلا. مسال اخر. هقول له بي. طب يقول لك what's your genotype. يعني يقول لي بقى التلتيب الجيناتي بتاعك. تقول له في احتمال ايه. يا الجينات بتاعتي بي وبي. يا بي و او. طيب. عارف اسهل واحد في الاجابة ايه? هو الاب. what's your genotype? what's your phenotype? وقال له ايه بي. what's your genotype? ايه بي. يبقى نفس الاجابة في جينو طايب ايه يا في الفينو طايب. اوعى تنسى. يبقى تاني. تركيب الجيني. التو جينز يسموهم الجينو طايب. انما انا طلعت بلاك جروب ايه? يسموه فينو طايب. ما تلخبطش في الشافل. what's your phenotype? تقول. بلاك جروب. يا ايه يا بي. يا ايه يا او. what's your genotype? دي فيه احتمالات. لو انا ايه في احتمالين? لو انا بي في احتمالين? لو ايه بي في احتمال واحد. ايه و بي? او او احتمال واحد. او او او. سؤالين جمال جدا يا اولاد. لو راجل او. اتجاوز واحد ستة ما نعرفش البلاك جروب. ايه الطفل الوحيد اللي يمكن يخلفه? ولو طلع ان هو ده الطفل ابنه يبقى دامش ابنه ده ابن الجراد. الابي كيد. الاو بيراند كانت ايه بي كيد. مقاين كان زوجته. طيب. او الاب. الاب اي بي. خلاص. مين الطفل اللي اطلع له يبقى ميش ابنه ابن الجراد. الاو كيد. يبقى الاب الاو عمره او الام طبعا بس انا بقولها كمثال يعني. الاو بيراند كانت هاب اي بي كيد. الاو بيراند كانت هاب او كيد. تاخد بالك منها في الامسكيو. انا هديكو يعني هومورك فاني ياولاد. تفتكروا ايه البلاك بروبس بتاعت ادم و ايف اللي طلعت كل الفصائل. وعلى فكرة مفيش احتمال واحد. ومش اقول لكم. محاضرة القادمة اقول لكم عدد الاحتمالات. يعني ايه البلاك بروبس اللي بدأ بيها ادم محاوة. ادم انت ايف اللي طلعت كل الفصائل المعروفة في الابيو سيستم. حطوا كل الاحتمالات. مش ضروري في الجيل الاول حتى في الجيل التاني في الجيل التالت. حطوا لي كل الاحتمالات. هيا حاجة اعملها كده وانت فاضي خمس دقايق وتباروا مع بعض. حاجة لطيفة. طيب. يبقى ده الامبورتنس و ابيو سيستم سؤال نظري. على فكرة الاوائل ممكن يبيه حاجة تالتة. بس دي طبعا مش هيتوقعها الزملائنا. وهي. هل في فايدة تالتة البلاك بروبس؟ طبعا ايه همية الابيو سيستم بلات ترانس فيوجن بطريقتي. ثم بلات ترانس فيوجن. شوف دي اهم بما لا يقارن. ثم القبوة المدعاء. ان البلاك بروبس بتساعدنا في. يعني من البلاك بروب بتاعك نقدر نقول انت اكثر عرضة يجيلك ايه. وادي مثال حتى ده جس تقوله الفخامة كده الاوائل. اننا عندي 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 ميزة اتالتة للمعرفته البلاك بروبس. خلاص؟ ايه الميزة التالتة؟ السبابة لميزة التالتة. وهدي مثال جسي الاو. فالاو ده معروف انه هو اكثرة عرضة ان يجيله. كانسر بانكرياس. اكثر عرضة ان يجيله. ينقص عنده فاكتور ثمانية والجزء المرتبط به هو الفومبل براد لأنهم أكثر في الأو من أبيعهم بينما البلاك جروب بي يبقى أكثر عرضة أن يجيله سرطان مبيض الستات اللي عندها البلاك جروب بي أكثر عرضة يجيلها أوفيريان كانسر البلاك جروب بي أكثر عرضة أن يجيلهم ستمك كانسر يبقى أنا تمالي بديك إجابة تميزك على هذا بين أنت راجل آري وتفتح تكس بوكس وتروح مكاتب وليس قاعد في كتاتيب وحتى حب الزميل الفاضل أصغر صدنا عندما يدخل يقول هذا الكلام في هيباني أن المحاضرة قيمة ليس يسمع قطب يبقى 1 بلوت رانسوجين 2 بلوت رانسوجين 3 بلوت رانسوجين 4 بلوت رانسوجين طب لو عاوز خمسة وقلت أمثلة لي The A cancels stomach El B cancor ovary Lo B cancer ovary هميتي ره سيستم انه اكتشف كارل لانتشتاينر في سنة 1940 سنة ارابعين في ره سيستم هميتي ره سفاة بارده سفات موروثة الواحد بياخد جين من الأب وجين من الأم وعلى حسبهما بيتحدد البلاد جروب حسب الجينات دي اولا ليه سموها ريساس فاكتور نسبة لنوع معين من القرود اسمه ريساس مانكي ريساس مانكي معنومات عامة جميلة معنومات تانية الجميلة ان كل الأرود بوزيتف مفيش ارد نيجاتيف و هتفهم ليه طبعا الارتش فاكتورس كتير اهمهم الدي كابتال انتجن يعني اهم انتجن هو الدي كابتال ليه بقى لان ده اللي ممكن يتكون ضده انتي باضي اسمه انتي دي كابتال ويحصل مشاكل فلو انا عندي دي كابتال انتجن يبقى انا زي ارد ار اتش بوزيتف لو انا ما عنديش دي كابتال انتجن هنحط دي لور كيس اللي هو الحرف الصغير يبقى انا ار اتش ناجده هلو كده ثاني احنا قلنا ان الارباسيز بتتقسم ثاني حسب ايه اولاد حسب الاجلوتينوجين ولا حسب الاجلوتينين اللي في البلازما يجاوبون انتم حسب الاجلوتينوجين الانتجن اللي موجود في الارباسيز وحتى قلنا موجود فيه مبصر الرسمة وجاوبها بالرسمة او مدعا السلمان بده في انواع كثيرة من الارباسيز بس اهمهم من اللي قال دي كابتال ليه؟ لان هو ده اللي فيه ضده انتي باضي ده اللي ممكن يتكون ضده انتي باضي طب احنا قلنا ان البلاج البلاج جروب صفت مروسها فانا باخد جين من الاب و جين من الام فلو خد دي كابتال من الاب ودي كابتال من الام حبار الح بوسطر الاختمال الطاني ان انا اخد دي كابتال من واحد ودي لاور كيس من واحد او الاختمال الثالت اخد الاثنين دي لاور كيس يعني small letter ايف اللي اني عندي دي كابتال انتجن واحدة برضو واحدة فانا بالرح بوسطر يعني يوجد احتمالان اخز على كونه مبوسطر واحتمال واحد اخذ على كونه نيجاتف تمام؟ يبقى فيه احتمال اخذ على انه نيجاتف والتنين اخذ على انهم بصف يبقى فهم؟ سهلا علي بقى حضرتك تتوقع ان مين عددهم يبقى اكتر في الدنيا البصف انا الحقيقة اعود اقولها بطريقة برطة التأمل في خلق الخلق اقول جملة رهيبة الوقت احنا قلنا الهنجاتف لا يوجد ضده وعليه يبقى لا يوجد ضده لا يوجد ضد الهنجاتف انه لا يوجد ضد الهنجاتف فلو انا الهنجاتف يبقى ما عنديش في الدم الهنجاتف ما عنديش انتي دي كابتل وإلا هذا حط من نفسي لكن لو انا عندي دي لور كيس كان مفرودي عندي انتي دي كابتل صح ومش حتى مروحي بس بصوا بقى الحاجة اللي وعدتوكوا بيها اللي تدلع انها وراء الخلق خالق يعني الشخص الهنجاتف ما عندوش دي كابتل انتي فكان مفرودي بعندو انتي دي كابتل ومش هتأثر فيه انه ما عندوش في الهنجاتف عنديد انتي دي كابتل انتي دي كابتل ومع زلك بقى ده الفرق الجوهري بين the AB system ومبين الred system انالشخص IQ negative بيولد معندوش انتي دي كابتل الا اه بيتولد عنده انتيه بيتولد عنده الانتيبي لو لو كانت ينامش برغم ان لو عنده الانت دي كابتل مش هتأثر هتفهم ليه ليه ربنا عمل كده هنفهمها عشان ينقذ ربنا على الاقل بيبي واحد للمرأة تولده لانه لو لو هي ار اتش الأم الان ينتظر من من لو كان عندها انت دي كابتل وباقت حامل في بابي بوست ثمotors بحامل في بابي بوستل طب هي نيجاتب عندها انت دي كابتال مش هيأثر فيها هي بس الانت دي الار اتش انتباضيزم الجي تايب اللي هو كان كروزة ايه لبلاسنتا كان هيموت اول بيبي يبقى تاني يبقى ليه ربنا خلت الشخص النيجاتب يتولب معندوش انت دي كابتال برغم انها مش هتأثر فيه هو عشان ما تقصرش في غيره طب فين السيتيوشن دي ام نيجاتب اهيه لو كان عندها انت دي كابتال وتجوزت راجل بوستف بقى تحامل في بيبي بوستف قربي هي عندها الانت دي كابتال اللي هو انهنوع امينوغلوبلينجي يعد البلاسنتا فقدت اول بيبي فربنا خلها تتولد الشخص النيجاتب بيتولد معندوش انت دي كابتال عشان ننقذ هذا البيبي ويتكون هذا الانت دي كابتال فقط لو حصل للشخص النيجاتب اثارة يعني يعني زي ما هنشوف في الصفحة اللي بعدها لو عرضناه لدم بوستف فدي من روائع الخلق ان قعدت اسأل روحي ليه يا ربي خليت الشخص تبع للانت دي كابتال عنده الانت باضي لان الانت باضي لا يمكن تعدي البلاسنتا من الام طايف طب ليه الشخص النيجاتب يا ربي خليته يتولد معندوش الانت دي كابتال براغب انهه نيجاتب يعني لو عنده الانت دي كابتال دي مش هتأثر فيه اه بس ممكن تأثر في غيره ليه؟ لانها مش جي طايف اللي بيعدي البلاسنتا فلو الام نيجاتب اه عندها انت دي كابتال مش هتأثر فيه ليش مشكلة بس دي جي طايف يعدي البلاسنتا ماذا هيحصل؟ لو البيبي بوست بيحطمه فربنا اراد انقاذ اول بيبي فبما يدل على انه وراء الخلق خالق ربنا خلى الشخص النيجاتب يتولد معندوش انت دي كابتال خلاص؟ براغب ان انت دي كابتال مش هتأذيه بس كممكن تأذي البابي لانها من نوع جي طايف اللي تعدي البلاسنتا اتمنى تبقى الفكرة واضحة فيه حاجة تاني رائعة احبه قلها لك برد وانا تشارك بص يا ولاد احط القاعدة اول مرة تاخد بالك منها ريجاردنج الار اتش مفيش اي مشاكل لو حضرتك بوستف لو انت ار اتش بوستف الموضوع ده لا يعنيك الا انك تسبع المحاضرة تتسلم انما ما بيش اي مشكلة في الحياة في مصاري الحياة في نقل دم في حمل اذا كنت يست يحصل اي مشكلة لو انت بوستف انسي الموضوع انت بتتسأل لي من المشاكل بتحصل بس مع الشخص النيجاتف فتاني حاجة تدل على انه وراء الخلق خالق اللي اثبتناها في الابيو سيستم يبقى لو انا شخص ار اتش بوستف ما عنديش مشاكل تفتكر ربنا وراء الخلق يبقى يخلي عدب مين اكتر البرسنتج اكتر في مين في البوستف ولا في النيجاتف ما قلنا البوستف ما عندوش مشاكل المشاكل يمكن ان تحدس مع النيجاتف طبعا ادام وراء الخلق خالق يبقى لازم عدد البوستف يبقى اكتر تمام وشوفناها ان في احتمالين هنا اخذ على كونهما بوستف اللي هو دي كابتل دي كابتل او دي كابتل دي سمول بوستف لازم عدد البوستف ثيوريتي كالي يبقى اكتر من عدد نيجاتف لانه احتمال واحد نيجاتف حسب الجينوطايب واحتمالين اخذ على كونهما بوستف النسبة بيعلموكم في البلادنا العربية ان النسبة 85% بوستف و 15% نيجاتف يا بزعل او 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 مسبع النسبة لازم تدرس حسب البيئة اللي انت فيها 85% بوستف و 15% نيجاتف دي الكلام ده في اليو اس نورث امريكا وكندا ويوروب هم اللي 5% بوستف و 15% يحصل معهم مشاكل انما لو رحنا لأفريكا البلاد بتاعتنا والهند واندونيسيا والصين واليابان نلاقي نسبة البوستف تسعة وتسعين في المية والنيجاتف واحد في المية بس يعني ازاي باستغرب اما بقعد اسمع زميل بيشرح ويتغافل عن هذه النسب الله عارف دي معناه ايه؟ معناه ان ربنا بيحبنا اكتر لان انا اقول مافيش مشاكل مع البوستف فربنا خلانا تسعة وتسعين في المية بوستف و واحد في المية نيجاتب بس وقولك الاحلى منها ان العين اللي هي طرغة حتى سائل الكائنات الحيوانات انا قلتلك الريسرس مونكي كان في المية بوستف مية في المية تأمو الخاص وطريف في نفس الوقت عارف ليه ربنا خلال الورود كلهم تصل؟ لان لو كان فيهم قرود نيجاتب وحصلت مشكلة مفيش في الغابة طبيب هيمثل دور دكتور ويحل المشكلة يبقى غيبة الرعاية الطبية خلال ربنا لا مشكلة لانه لا رعاية طبية وبنفس المنطق في البلاد الاكثر تقدما النيجاتب خمستاشر في المية يقدر يحلوا مشاكلهم انما احنا عندنا قريدي الرعاية الصحية بتبقى اقل فربنا خلى المشاكل اقل واحد في المية مننا بس بيبقى النيجاتب يبقى تعلمنا في الحتة دي معلومات اول مرة نقراها بهذه الصورة وكلها تدل على شيء واحد انتوا عارفين انه وراء الخلق هنا واحد انا قلت القاعدة الاولى لا يوجد مشاكل مع البوستن المشاكل فقط مع النيجاتب فقال قصة ان ربنا خلى البوستن والاكثر وحتى نسبة التوزيع في العالم مادة للتأمل القرود مفيش اي رعاية طبية يبقى كلهم بوستن لا يوجد مشاكل انه لا يوجد رعاية طب احنا في افريقيا والصين والهند والانتونيسيا بس ومعانا اليابان النجاتب الواحد في المية خلاص يبقى المشاكل اقل لان فيما خلى اليابان الرعاية اقل خلاص انما في امريكا وفي كندا وفي يوروب عندهم رعاية كويس فنسبة النجاتب اعلى 15 مية المهم في البلاد العربية اللي يتعنينا في المتحدثين العربية واحد في المية بس نجاتب هو اللي معانهم مشاكل طب تاني في حاجة تدل على انه وراء الخلق خلق انه بادي انزبت ربنا خلى النجاتب ما عندوش انت دي كابتل برقم الانت دي كابتل لانه تديره لانه هو مش دي كابتل انما هذا النوع اللي ممكن يعدي البلاسنتا ويضير البيبي لو الام ناجاتب تدير ابنها فربنا عاوز يفوت لها بيبي اللي على قل ما حصلوش حاجة لان بتوستار تويز في اول حمل مفيش انت دي كابتل مش هتقصر او البيبي ده دل على ايودات الحكتين اللي قلتوهم النسبة ان ربنا بيراعي ظروف الاشياء ومقسل النسبة بيزد عليها واتنين ان النيجاتب اساسا هو الوحيد اللي معاو مشكلة يتولد معانتوش انت دي كابتل حتى لو يضير الاخرين ايه العظمة دي ايه الروعة دي طيب نيجي بقى السؤال عندنا قبل ما اقوله حتى عاوز اقول حاجة سؤال لطيف للأوائل هل الاربيسيز اجليوتانوجين دي اللي بنقسم على اساسها البلاك بروبس مش موجودة غير في الاربيسيز يعني ما نقدرش نعرف البلاك بروب بتاعتك من غير ما تدين عين الدم في الاربيسيز ده طبعا الاوائل بس سؤال لا وجد ان الاربيوتانوجين دي موجودة في بعض سوائل الجسم الاخرى مثال الصلايفة اللعاب والسيمن والساع المنم يعني لو ادتنا بسقه او ادتنا ساعلمان وممكن نعرف البلاك بروب بتاعتك ما تقولش الكلام دولان يا حاجات المعلمات العامة نزيزة تعرف ده درة هذه المحاضرة الامبورتانس او ار اتش سيستم اللي هو ريثرو بلاستوزيس فيتاليس اللي هو الار اتش هيموليتك ديزيز او دانيولي بورد يعني اسمين ريترو بلاستوزيس عن كرات دم الحمراء فيتاليس عن جنين يبقى مرأة كرات دم الحمراء او ار اتش هيموليتك ديزيز او نيولي بورد يعني الطفل حديثي الولادة ممكن يحصل عنده مشكلة في الار اتش قلت ان عشان يحصل مشكلة لازم يبقى الوضع كرقاتي او ام لازم تبقى مش ار اتش نيجاتيب بس للاوائل لا لازم ار اتش نيجاتيب وعندها انتي باضيس الانتي دي كابتل لانها نورمال تتولب ما عندهش الانتي دي يعني نيجاتيب وتم اثارتها دي كابتل انتشن فكونات انتي دي كابتل خلاص لازم حاجتين الماذر لها مواصفتين تبقى نيجاتيب وثن ستايست طب و تاني حاجة عشان مشكلة تحصل لازم البيبي يبقى بوستر عشان لو هو البيبي نيجاتيب زي امه ما عندهش ام مشكلة ما هيبقى الانتي باضي دي مش هتتقصر عليه لانه ما عندهش دي كابتل انتشن وعشان يبقى بوستر لازم ابوه بقى طب من اللي خلاه بوستر وامه نيجاتيب لازم ابوه يبقى بوستر ار ايتش بوستر فاضر الدول اهم جملتين في القصة يبقى ان اقول لك متى تحدث مشكلة الار ايتش لازم الام حاجتين نيجاتيب وسنستايز مثارة ونيجاتيب خلاص والجنين وابوه بوستر بقولها في مزاح عشان ما تنساش عارف المشكلة بتحدث منين؟ من الام السلبية من سلبية الام يعني معلش انا متعصب لابناء جيلي شوي خلاص سلبية الام واستثارتها وانها مصارة مصارة وسلبية يعني تمالي في حالة اثارة عندها انتباضج وسلبية انما الاب والاب ار ايتش بوستر ومن شابه اباه فما ضرب تعال بقى نحكي لك القصة حصلت ازاي ست قلنا هنشوف اول طريقة ازاي يمكن اصارة الفيميل او ار ايتش نيجاتيب في ميل يبقى دي لوور كيس دي لوور كيس بدأتو جينز تاعها ده ار ايتش نيجاتيب في ميل جوت مارد لار ايتش بوستر في ميل دي كابتل دي كابتل او ست نيجاتيب جوزة راجل بوستر فالبيبي اللي هو كرات الدم الحمرة بتاعته بسهما عشان اميزها من الام والاب رسمتها بلون اخر روار احضر هيا اخد جين من ابو دي كابتل وجين من ام دي لوور كيس فيبقى دي كابتل دي لوور كيس او سمول لتر خلينا نقولها كده عشان تبقى اسهل يبقى البيبي دي يطلع بوستر ولا يطلع لجتيب ايه رأيك؟ جاوب انت يطلع بوستر لان قلنا حتى لو في دي كابتل انشن واحدة فوق بوستر وانا بكملها من عندي بعربياتنا ومن شابه اباه فمن ظلم فالبيبي طلع بوستر طيب لكن طوال الحمل الام لا تدري عن جنينها اي شيء ليه؟ لان فيه بيفصلهم البلاسنت اللي هو المشيمة فاول بيبي قلنا ان الشخص النيجاتف اللي هي الام ربنا خلقه ما عندوش انت دي كابتل والبيبي جوا بطناها اه بس ما تعرفش عنه حاجة دمها مفصول عن دمه بوستة المشيمة ثم حانت ساعة الولادة شو باخدلك القصة فنزل البيبي الاول بيتقول البيبي وبعدين ينزل المشيمة عشان كده بيسموها بالبلد الخلاص لان الولادة ما تبقاش خلاص وخلصت إلا ما ينزل خلاص المشيمة المشيمة ياولاد وهي نازلة اي ده جدار الرحم اوه المشيمة وهي نازلة بتتقطع من جدار الرحم عشان تنزل خلاص المشيمة فبعد قرات الدم الحمرة اللي تنتمي البيبي يا بوستف زي ابوه عدت من خلال البلد فيسل اللي موجودة في اليوترس لما تقطعت من البلد فيسل فيه تهتك هنا في الشعيرات بسبب تقطع المشيمة اللي بتنزل اليوترس ودخلت قرات الدم الحمرة بتاعة البيبي للأم النيجيتف فطبعا هي ما عندهاش فتعمل لها استثارة الودة عنده بوستف زي ابوه وهي مش طايق ابوه بقولها كده عشان تفتكر فتعمل ايه تروح مكونة ضده انتي باضيس انتي ديكابتل بس الوقت تولد قبل المشيمة يبقى الأولاني فات خلاص عندي وام بيبي بس كيا ربنا خليها تستار طيز ما عندهاش انتي ديكابتل فحتى لو البيبي بوستف اتولد وسليم مفيش حاجة تأثر فيه بس شوية الدم اللي خرجوا بعد ما تولد البيبي والفلاسنتا بتتقطع ودخلوا جوها استرصروها كونة انتي ديكابتل وعلى فكرة متكونهاش انده سبوت بتاخد توويك سعبال انتي باضيس تركيزه يزيد لليفل معقول خلاص نجي بقى نشوف الكارسة لو فكرنا انجاب طفل ثاني بقى نفس القسم البيبي هيخد ديكابتل من الاب ودي سمول من الام فيبقى ديكابتل دي سمول يبقى طلع بوستف زي الابو ومن شابه بعد الساكن بيبي اهو فما ظلم الوقت هي بقى جاهزة لان تم استصارتها وكونت انتي ديكابتل اللي هو اني نوع اللي هو صغير مونومير قطع احدى بيعدل بلاسنتة ويكسر طلوط الدم الحمراء بتاعت البيبي يبقى الفرس بيبي لا يمكن ان يتأثر في الحالة دي لو الام يعني اول مرة تحب انما الساكن بيبي خب بقى المعلومة دي ما يعرفهاش كثير من الزملاء يمكن ان يتأثر مش لازم يتأثر ليه هي ابتدت تكون انتي بادي قلت ان تركيز انتي بادي ده لازم يوصل تتر معين عشان يبقى فعارف اللي ما يعرفوش الزملاء نثبت تأثر الساكن بيبي 15% ولكن بتكرار الحامل كل ما الام تبقى حامل اكتر كل مرة هيدخل قرات دم حمراء البيبي تستسرها تعلي التتر فالتالتي باحتمال انه يجير المرة اكتر من التاني والرابع اكتر حد ما نوصل التتر فمش عاوز الإجابات العبيطة بتاع البيبي الاولاني ما يحصلوش حاجة تاني يحصلو التاني يمكن قولي 15% دي رحمة ربنا يبقى الام عندها بيبي 100% سليم لما عندهش انتي دي دخول بعض الكرات دم بتاعته كوانت انتي دي كابتل يمكن ان تؤثر في التاني لما يدخل بتاع التاني التتر يزيد اكتر التالت احتمال تأثيره اكتر رابع انسقا يبقى بتكرار الحامل والدليل هقولك حاجة لطيفة الزملاء مشوهنين بالو منه لو كان التاني لابد ان يتأثر ومعظم الناس بتخلي في اتنين طب في اوروبا وفي كندا وفي امريكا نسبة نيجات في 15% خلاص كان لازم الاريثرو بلاستوس في تاليس دي ومعظم الناس بتخلي في اتنين تاني بيبي في 15% من الجوازات يبقى اي حصل له المرض عارت نسبة المرض كم مش 15% في تاني بيبي نسبة المرض اوبرول افتح ودنك للزملاء مش ليكوا بس واحد على 250 دي رحمة ربنا ان التاني يمكن ان يتأثر خمسوش في مية بس تالت احتمال يزيد شوية الرابع اكتر شوية لكذا المرض مش بازيل بشاعة تشوز رحمة ربنا يعني عشيء رائع من حيث نمرأ واحد ان الام النيجاتيف اتولدت ما عندهش انت دي كابتر يبقى اول بيبي مش حاجة دولت نمرأ 2 نسبة النيجاتيف في الدنيا ليلة جدا وحسب الرعاية الطبية نمرأ 3 انه وقت الساكند يمكن ان يتأثر مش لازم يتأثر الاولاني لا طيب هنا بقى اسألك سؤال هل ممكن الاولاني يتأثر؟ هذا سؤال جميل اه لو تم اثارة ان يتأثر الام بطريقة غير الحمل يعني ايه؟ يعني نيجاتيف فيميل اهي دكتور مغفل هي معندهش انت دي كابتر ربنا ما اديها فرصة في بيبي يعاني معندهش انت دي كابتر احتاج الدم فنقل لها من الدونر دم بوستر دي كابتل انتجل في اول نقلة مفيش حاجة انت دي كابتر بس الدم البوستر عمل لها اثارة انها تكون انت دي كابتر صح؟ انت دي كابتر يعني ممكن احنا نخيل شخص انت دي كابتر انه تحمل الانست دي في بيبي بوستر او يتنقل لها دم بوستر وفي الحالة دي بقى لو اتنقل لها دم مرة تانية نكمل القصة دي خلاص في انت دي كابتر جاهز هيكسر كرات الدم الحمراء عشان كده تاني اهمية الاريثروكلاسوس فيتلس للأوائل ميش في البلد ترانسيوجة في الريبيتد بلد ترانسيوجة نفس الفكرة فاول نقلة زي اول بيبي الشخص النيجاد ما عندهش انت دي كابتر بس النقلة الاولية هتعمله اثارة انت دي كابتر فعشان كده في البيو سيستم كنا بنقول مهمة في البلد ترانسيوجة اهي انما هنا مهمة في الريبيتد بلد ترانسيوجة يبقى يمكن اثارة الام بان ام نيجاتيب يتنقل لها دم بوستر عشان كده بقول جملة مهمة جدا اولاد ان ار اتش نيجاتيب فيميلي السبت النيجاتيب شود نافر 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 بي ترانسيوج نافر بي ترانسيوجة والطبيب اللي يعمل العملة اللي مش لطيفة دي لازم لانه ضيع الله الفرصة اللي بده لربنا هو دعوه برغم انها نيجاتيب و لو عندها عنتي دي كابتل منشي اثار فيها ما عندهش انتي دي كابتل عشان ارهاب لانه منشي اثار فيها بس الممكن يسعى في الجنين لانه بيعبرا جابتك اللي يعملت الانتدي دي كابتل لوجب الانتدي دي كابتل يعني ازلت القاعدة الالهية هو ربنا ان الخليها ذلك انت عملت انتو مانتدي دي كابتل ده الفكر ولازم يتحط انجيل لراجل ده طيب يبقى ثاني بقى نرجع ما هي اهمية الار ات سيستم حكتين هتحط اول عنوان الريترو بلاستوزيس في تانس اللي هو الار اتش هيموليتك ديزيزو جنيلي بورت تاني حاجة وخلاص خلصناها ريبيت بلاد ترانسوشي نقول بقى الحقائق تاني اسمعني تاني هنسألك متى تحدث المشكلة لازم تتكلم على حكتين الام لازم حكتين للأوائل ما تقوليش الام الار اتش نيجاتيب وعندها انتي دي كابتل لان الار اتش نيجاتيب نورمال لفاهم بيتولب ما عندوش انتي دي كابتل عشان يحصل مشكلة مع الجهين لازم عندها انتي دي كابتل وانت بات يفاهم كم طريقة ممكن يتكون بها الانتي دي كابتل بطاقتين لو حملت في بيبي بوستف وده هيفوت كويس زال فول هيقصر على اللي بعد او لو تنقل لها دم بوستف يعني بمعنى اخر بالبلدي لو شافت دم بوستف وده يحدث فعالتين لو بقت حامل في بيبي بوستف او تنقل لها دم بوستف ادي ازاي تبقى ثنسطايز ازاي تسيرها انه هنا نيجاتيب توريها دم مش بتاعها دي كابتل متى تحدث مشكلة تاني للأوائل لازم الام تبقى حتى وقلها بالعربي عشان ما تنسوها السلبية ومخارحة يعني فيها العبر مع الاعتذار سلبية واللي يعنى سلبية الام سلبية نيجاتيب وثنسطايز والابن والاب بوزيتف ومن شابه اباه فما ظلم فالاجابة بتاعت الاوائل يبقى ما يقول لك المشكلة بتاعته سلبية الام كلمتين تنسطايز وار اتشي نيجاتف والاب والاب وابنه فوزيتف هيسألك سؤال تاني طب كيف يحدث للام؟ هتقوله بطريقتين انها تبقى حامل في بيبي بوستف او اسمع او ابورتد في بيبي بوستف يعني مش لازم الحملة يكمل وتولد ولد يعني حملة والبي بيبي سقط اه بس ادم سقط شايد دم دخلوا واثروا يبقى اما ديليفر بيبي بوستف يعني انجاب بيبي بوستف او ابورتد في بيبي بوستف تاني طريقة الاثارة ان فيه دكتور مغفل بقول مغفل عمل لها ترانسلوجن ببلاد بوستف يبقى اول سؤالة نسألك متى تحدث المشكلة هتقولي الام لازم تبقى نيجاتيب وثنسطايز والاب والابن يبقوا بوستف طب ازاي تبقى ثنسطايز هتقول بطريقتين يعني اما يعني تحمل او تجهد في بيبي بوستف او يتنقل لها دم بوستف وتحكي القسم ان اول بيبي تعمل لها ثنسطايزيشن تكون انما دائم تعمل لها ثنسطايزيشن لما دمه دخل للام لانه طول الحمل هي مش شايفاء البلاسينتا يعني فصلهما هتشوف شوية الدم ده البيبي يتولد ويعرب شوية دم في البيسينتا وهي بتتقطع من يوتراس يدخله عنده اذا البيبي خلاص بوالد اذا ازاي بيحدث هذا السنسطايزيشن مش عاوز عبط في الام سكيو المشكلة نازم الطريقة دي لو هم الاتنين الاب والام نيجاتيف ما ينفعش الاب والام بوستف ما ينفعش الاب نيجاتيف والام بوستف ما ينفعش يعني 3 احتمال تانية غلط. 2 بوستر و 2 نيجاتف احتمال اعكسها الاب نيجاتف و الام بوستر مفيش احتمال. عرف ليه ؟ يحصل في حالة واحدة بس لو الاب هو اللي يبقى حامل في البيبي. المشكلة تيجي. عشان يعني اللي بيفكر لسه معايا. ليه لو الاب نيجاتف و اه؟ لو البيبي عنده هو يبقى ده مفيش مشاكل. ده هو اللي هيبقى حامل. فالمشكلة تحدث بسلبية و اثارة الاب والاب والاب بوستر. اظن انه قلتها 100 مرة يبقى اغلب بقى. طيب ايه الافكتس؟ نفرت حصلت المصيبة دي. ايه الافكتس؟ يوجوالي البيبي اذا جاء له الريتوكلاستوليس فيتاليس بورن داد. غالبا الفيليب ميت. يبقى يوجوالي اس بورن داد. مات. ولو اتولد حي غالبا يموت لو حصلت مشكلة. هيحصل عنده ثلاث مشاكل. عد معايا. واحد. الاربسيزك كسرت. يبقى سيفير هيموليتك انيميا. اثنين. الهيموجليبين هيتحول في الكبد للمادة الصفروية اسمها بيليوروبين. يعني البايل الدهبي. روبين يعني دهب. يبقى يجيله. لونه دهب. يبقى جوندس صفره. ثلاثة. ان البلاب بريم باريار. الباريار اللي بيحمي البريم من البلاب. ما بتكونش في البابي. بيكون بعد. سنتين من الولادة. فالبليوروبين ده. الاسباغ الصفرية دي. تعدي للمخ. وتبوازه. يطلع منت لريتارد. بمرض اسمه كيرنيكترس. اكترس. يعني. 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 اصفر جوندس. كيرنيكترس. اصفرار المخ. نورمالي. حضرتك. وحضرتك. لما بيجيلنا جوندس البريم اللي يتأثر ليه. لان في باريار. بيحمي البريم من البليوروبين. من الصفر. البيبي ده ما بيتكونش في الباري. غير بعد ساعتين. فالبليوروبين بيبعض مخ. يبقى تاني. ما يقول لك. ايه. اللي جابنا المزاجية. تقول له. واحد. يوجوالي. ده بيبي. غالبا يتولي بميت. اف اف. في الحالات اللي ميش يتولي بميت. عنده طلب مصائب. سيبير هموليتيكانيميا. وجوندس. فهم ليه. عشان الاربوسيز الكساريت. اللي مجلب يتحاول لبليوروبين. ونمرى ثلاثة كيرنيكترس. طيب. مش هنقول العلاج. هنقول. او نقول العلاج الاول. نعالجه جزائي البيبي ده. اذا اولد حي. نشيل الانتيباضيز دي اللي بتكسر قوات الدم الحامره بتاع. بنعمله. انتو بتقولوا تعبير ايه. اكتشينج ترانسيوجن. تعبير صح. نغير دمه. مع ان الصحيح ان هو بنعمل. ريبيتد بليدينج ان ترانسيوجن. اصلا. تغيير دمه في ناس تتصور ايه. يعني انا فضل. نضع البيبي من الدم. وبعد نرجع عبيه ثاني. نموت يا ابن. بنبقى حطين في ايده. تي شابت. امبوبة تي شابت كده. يعني الانبوبة داخل هنا ودي هنا في طرفين تي شابت. ناخد شوية الدم ونضي شوية الدم. ناخد شوية الدم ونضي شوية الدم. فقل دا طايم فيه ميكسنج للدم اللي بنده مع الدم القديم. احنا عاودين نشيل الانتيباضيز اللي بكسر قوات الدم الحامر. ايه رأيك بقى ان نقول له دم ايه بقى عشان يعني فكر معي. ايه نوع الدم اللي نضعه. نضعه دم اوه. لان ده اونيفرسل دم. نحس الابيو سيستم. طب البيبي بوستو ولا نيجاتيب. فكر. البيبي بوستو. يبقى نضعه دم بوستو ولا دم نيجاتيب. نيجاتيب. لان لو ادي له دم بوستو. احنا بنشيل شوية بنخط شوية. بس معظم دم مايوجود. دم البوستو فيها انتيباضيز هتكسره. اي دم هتدي بوستو هتكسره. واحد يقول لي مش انت هتغير دمه. اه بس ما انا فهمت. انتك. انا ميش بخطيه وارجع عبيه تاريه. اول دا تايم فيه ميكسنج بشيل شوية دم من بتوقع وحط شوية دم مجداد. عشان انزل تركيز الانتيباضيز تحت التركيز اللي اللي كسر الاربوسيز. بس عبال ما انصل لهذا التركيز المخفض الدم جديد بيتخلق مع الدم القديم. مين الدم الوحيد اللي مش هيتكسر اللي هو نيجاتيب. لان الانتيباضيز ضد البوستو. هتخليه زي يومه. يبقى تقول له دم بلاد جروب او نيجاتيب. بلاد جروب او نيجاتيب. يبقى عارفك واسعة. طالب يسألني كده قال لي. يعني لمجرد المعلومات. طب البيبي ده مستقبلا هيبقى نيجاتيب. طبعا هيبقى بوستو. لان الاربوسيز دي بتعيش مين عشرين يوم وتكسروا الكون جديد حسب الجينس. هيبقى بوستو. بس بعد مين عشرين يوم هيبقى احنا ناقصنا تركيز الانتيباضيز مانوش فاعلية. فالتعبير الصح من اكتشينج ترانسفيوجين. اكتشينج ترانسفيوجين بيفهمها البعض احنا نفضل بيبي ونروح معبينه ده. لا هي ريبيتي بليدنج ان ترانسفيوجين. نسحب عشر صنط نديره عشر صنط. عشان كده في خلط القديم مع الجديد. فلازم ما نديره ربوسيز ما نقصرش فيها الانتيباضيز اللي مابود في الدم القديم اللي واخده منهم اللي هو الانتيباضي. معاش كده نديره راتش نيجاتيف او. هو هيبقى ايه بعد كده؟ هيبقى بوستو. طيب ولكن يقولوا ان درهما من الوقايتي خير من قنطار من العلاج. احسن بقى ما نستنى ما تحصل مصيبة نمنع. نمنعها ازاي واحد. انه كل مرة الست النيجاتيف تتجوز راجل بوستف وتحبل في بيبي بوستف. ان احنا عارفين ان ايه اللي بيستثرها. ان شوية ربوسيز بوستف من البيبي بيدخلو لها بعد الولادة. فاحنا نكسر شوية اللي داخل وراهم دول. يبقى هو دخل عندها شوية هيك بوستف. عارف ندي ايه? نديها كمية صغيرة من انتي دي انتيباضيز. يعني انتي دي كابتل انتيباضيز. فتكسر الكرات اللي دخلت وبطبع ما تقصرش في الام. الام ما عندهاش دي كابتل. يبقى انت بتديها انتي دي كابتل انتيباضيز. يبقى هتكسر مين? هتكسر كرات الدم اللي دخلت غلق من البيبي ولا تؤثر في الام. فما تشوفهمش دي اهم حاجة نعملها. انتي دي كابتل انتي باضيز. كمية صغيرة. بعد كل مرة تبقى حامل او حتى تجهل في بيبي بوستر. تخلص منهم قبل ما تشوفهم. قبل ما يستسروا عنها تكون انتي دي كابتل. تبقى انتي باضيز اللي احنا ديناها دي. يا مش بتكوناها دي كلها دايناميك. بعد كم يوم هنفضوا من السيركوليشن. لكن لو هي كونت انتي دي كابتل هتعد تكون تكونوا دي كمية صغيرة جدا. عشان ما تشوفهمش عشان ما تستسروا. ثانيا دول ليهم البلازما بوتينز دايناميك. فهيخلصوا بعد شهر تبقى انتي دي كابتل هتعد تكونها دي كابتل هتعد تكونها دي كابتل. طب تاني حاجة في البريفنشن. ان ار اتش نيجاتف في ميل. شود نافر. 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 نافر بي ترانسفوز دوز الار اتش بوست البلد. قلناه. الست نيجاتف اوعد تديها بوست. ما تضع لهاش الفرصة بتاع ربينا. قولها تدخل السجن. تلاتة والاخيرة. ونافر بوسبل كلما امكان الست نيجاتف تتجوز راجد نيجاتف. ده كلام فانك. لان احنا يع Schedule quan ナجاتف في بلادنا واحد في المية. يعني ده هي اساسا في التسعة وتستعين في المية البوست الفرصة التي غير لها عريس. هل سنقول لها بقى فرصتك لها تتقلَّص من تسعة وجوز دوارع الواحد نيجاتف. ماخدulas البوستيب اما اуйте اخت النهجاتف. في بالتسماء الهابي. ده ايه كلام. أجد ما انا ا拜拜 hull cenotis 1 متقدمين فيه ا хот לכ Dontuu 1 نيجاتف ت دا عحلة التسعة وتسعين وتاخد النهجاتف. فاق inaugure نيجاتيب والأب نيجاتيب والبي بي نيجاتيب ما مش اي مش هكي. كلام فاكر. انا ما تقولها يعني. ده اهم حاجة في محاضرة اليوم اللي هي الامبورتانس او ار اتش سيستيم. يبقى عيد تاني النقاط القاسية. ايليثرو بلاستوزيس فيتالس ده الاهم او او ار اتش يمليتك جزيز وزنيني بوعي. متى تحدث الحالة تكون معايا بقى. الام والاب والجنين. تتكلم عن الام لازم كم حاجة. ناجاتيب سلبية ومصاربة في انستايست. طب والاب والجنين ما نشابه ابافة مظلم ببوستر. نقطة تانية ازاي يحصل سنتايزيشن للام هتقول بطريق طيب. يعني ما تبقى حامل دليبرت او يعني ولدت او ابورتت فروم بوستر بيري ده احتمال او دكتور مغفل نعلها دم بوستر. فتاني احتمال. طيب. وانتو فهمتني تاني بيب يمكن ان اتقصر. مش لازم اتقصر. طب ايه افكتس هتقول غالبا يتقول بميت يوجيلي بوردد. او بورد لايف تلات حاجات. سبير يوموليتيك انيميا. جوندس. صفرة. كرنيكترس. يتقصر مغفل ان لا يوجد بلاد برين باية. طب التريتمنت. اعمله بليدين. ان ترانسيوجن. او بيبي ترانسيوجن. اللي هو ما يسموها اكسيانج ترانسيوجن. الدم من ايه؟ عادين نقولها تاني تخليز يا موخ. اوه. اغلب. هو بعد كده في الحالة يبقى ايه بوستر. بعدما تركيز الانتي بوستر. برهمة من اللقاية خير ومنطر بالعلاج. يبقى لازم بعد كل مرة الستة تبقى ديليفرت او ابورتت في بيبي بوستف قبل ما تشوف قرات الدم اللي دخلت بواها دي تخلص منها. ادي انتي دي كابتال يكسر قرات البيبي كابتال ولا يؤثر في الام النيجة. مش تشوف. ان الار اتش نيجاتي في ميل شود نابر نابر بالاشنبيilia من اعطا مثل دوتو ابرسك. ثلاثة. ونابر في ارا او توفوا ان ار اتش نيجاتي في ميل شودماني ان ار اتش نيجاتي في ميل. خلاص؟ تانية اهمية فى الار اتش ريبيتال الموضوع. مش مفاهيم لانه نفس الفكرةigned فيतش اي البول التنافيش ناقل الزمن. شكرا لكارل لانشتاينر اللي خد نوبل في 1930 على أنه عرفت لنا البلاد جروبس قبلها بنقول له أي دم وعليم تموت. قبل هذا الاكتشاف في سنة 1900 كان ما بيش جراحات في الدنيا ما صخرة. هنتكلم على البلاد ترانسوجن في ثلاث نقاط. دواعي نقل الدم. احتياطات نقل الدم. مضاعفات نقل الدم. امتى ننقل الدم؟ ثلاث احتمالات. نقل الدم في ثلاث احتمالات. واحد. لو حصل لك هاموردج. اف تونتي مور دن تونتي برسان. نقل الدم في ثلاث احتمالات. يعني ليس اي واحد يحصل له فصاد منافير ونزل شوية الدم. نقول له لا. لابد ان يوجد دم. لابد ان نفقد على الاقل 20% من الدم. لابد ان يكون حوالي لتر من خمسة لتر. اف تونتي بثلاث احتمالات. ان يكون حوالي لتر. لابد ان يقول دم تنقل الدم. لابد ان يكون حوالي لتر من يشكل اللام. ايه الكلام الفائده؟ يعني هو كان عامج يقول له ان يكون حوالي لتفقد 20% من كل من الدم. ايه اللام. عامل ان يكون حوالي لتوضع انجليش. لا يمكن ان يكون حوالي لتر. فهو بزع ان انا كتب اللي بعدها تريبليس ديفيشنت إلمنت فهو اللي بقى غيرها هنا كتب الراجل ده تريبليس وان المنت يبقى تريبليس اول بلد مفيش كلم في الانجليش كده يبقى اول حالة لو نزفت عشر في المئة في ما هو اكثر من دم ده اهم حالة من الناس اللي بتنزف بالقول لها دم اثنين تريستور وان ديفيشنت إلمنت البلد في عناصر الاتي مهمة ممكن عندك سبير انيميا فاقد الاربيسيز او ليوكوبينيا فاقد ويت بلوت سيلز او ثرومبو سيرتوبينيا بلايكلتز او بلازما بلوتين فاكتورز او بلازما بروتينز عموما يبقى فيه تريستور وان إلمنت الوان إلمنت ده ممكن يبقى حاجة من خمسة يعني التلات خلايا واحد نقطة نقصه في الاربيسيز فاقد نقول له قدامه عشان خاطر اعواضوا عن الاربيسيز او عواضوا عن نقص الكروت دم البيضة الكوبينيا او نقص الصفائع ترمبو سيرتوبينيا او البلازما بروتين نقصة او الكلوتين فاكتور نقصة قلناها حتى نقوم في الحالة دي فريش بلوت ترانسفوجين طب ثالث حالة بنقى الدم فيها والاخيرة البيبي اللي عنده اريترو بلاستوزيس في تاليس الخ Rozأ او الصحيح ونوع الدمSim نوع الدم اوه ناديكيس يبقى دولة تلاتة ناديكيشان ماتة دم لاسيما حاولذا fertility作ر اعمال بذاكات ما ثالث احتمال احتياطات نقل الدم هم ستة لكي أحفظهم البطاية حلوة هنأخذهم كل اثنتين مع بعضين يجب أن يكون الدم خالي من الأمراض هذا هو أكثر شيء يخاف من الدم يجعله هيرباطايتس يجب أن يكون خالي من التلوث خالي من التلوث موضوع الترانسفوشن أعرف كواس أول اللي اشتغلت في قوة العمليات ناقب في القصر العيد ففاهم اللي بقوله كواس أول يبقى الدم اثنين خالي حلوة هنا في مزاحها خالي وخالي خالك وخالك خالي من الأمراض وخالي من التلوث كونتا منيشن طب الأمراض فهم يعني كونتا منيشن اسمعني اللي أقول لك ده ما عليش أنا بضيع وقتكو شوية بكوز اي مي سيبا بيشنت ممكن انقذ عادة بنوك الدم لها قدسية غرف العمليات يعني لازم في بنك الدم يبقى كل الناس لابسة ماسكس كل حاجة معقمة لان لو دخل في كيس الدم بكتيريا عارف ايه يحصل كونتا منيشن تلوث داخل بكتيريا هيكسر كرات دم الحمراء ممكن تفكر معايا ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لو نقلت فصيلة غلط كرات دم تكسر طب ما انت لو الدم كونتا منيشن انت نقلت قريدي 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 كرات دم مكسرة عشان كده بقول بنوك الدم لها قدسية غرف العمليات عندما تتعاين في بنك الدم تراعب كل الناس اللي تقوم على عمل يبقوا سترايج معقمين ومسكاة وكل حاجة فلازم الدم من امرأة واحد خالي من امراض اثنين خالي من كونتا منيشن الاثنين اللي بعديهم لازم الدم يبقى كومباتابول يعني تاخد الفصيلة الصحة عند الره نيجاتيب بيرسون والشخص النيجاتيب يبقى ترانسيوز ذو الره نيجاتيب بلود ليه؟ عشان ما تضاعش الفرصة ان ربنا خلق الشخص نيجاتيب ما عندهوش انت دي كابتل لو نقلت له ده من بوسط ما تعمله سنستيزيزيشن المصيبة اكتر في الفميل يبقى لازم ثلاثة او اربعة لازم الدم يبقى موافق ولازم يبقى النيجاتيب ياخد نيجاتيب موافق بايه مش بالبطاقة حاجة اسمها كروسماتشين يا حبري ايه بقى كروسماتشين؟ ده احوز ادين كو فكرة عنه ان احنا في بنك الدم بنعمل ايه؟ سهلا، يعني الموافق ماش بالبطاقة لازم موافق بال كروسماتشين انا بجيب نقط الدم من يرسيبي انت يحطوها على نقطة الدم من الدونر هل تعرف انا عملت ايه ؟ فكر معي اقولها بعربيات بيان عملي خارج الجسم لما سوف يحدث داخل الجسم الدم بتاع الدونر هيتخلط مع ريسيبيان اذا برا ما حصلش حاجة يعني البلازما بتاع الدونر والعكس بالعكس ان البلازما بتاع الدونر لم تقصر على ريسيبيان يبقى مية المية جوا مش يحصل حاجة يبقى انا باعمل تجربة خارج الجسم اللي هيحدث داخل الجسم واي اقصى حاجة هتحدث داخل الجسم ان البلازما بتاع الدونر تقصر الانتيباضي هنا تقصر في الانجلوتينوجي بتاع ريسيبيان والعكس بالعكس واخد بالك ان شكلها عمل ايه مثل كروس عشان كده سموها كروس ماتشي افقى منين جابت كلمة كروس ماتشي هنسألك في الشافوي ايه اهمية كروس ماتشي دي تقول تاخد في الاعتبار تلات حاجات تاخد في الاعتبار تلات حاجات اول حاجة تاخد في الاعتبار تاخد في الاعتبار احتمال ان احتاج دم كثير من الدونر لان في الحالة دي قلنا ري اكشن هيمشي في الاتجاهين بقى لان الانتيباضيز بتاع الدونر مش هتتخفف الانت دم كثير بالعكسها بأسر على سيبيت يبقى اول احتمال تاني احتمال ان ممكن يكون متفقين في الجروب بس مختلفين في الساب جروب ساب جروب انكمبتابلتي ثالث احتمال 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 ان يكون اساسا مكتوب في البطاقة او على الازازة غلط اساسا انا عارفينه غلط انما خليها نقول الكلام بتاع الدونر المحتربة ياخد في الاعتبار تلات حاجات وفهمت ليه اسمها بيان عملي خارج الجسم اللي هيحدث داخل الجسم يجب نقطة من دم الدونر تضعها على نقطة من دم ريسيب حصلتش حاجة بره مش حصل حاجة جوه التاكس انتو كونسل ريشة كلها بقى معايا البوسيباليتي اوف لارج ووليوم ترانسفوجن الساب جروب ساب جروب انكمبتابلتي الار اتش ار اتش انكمبتابلتي انهم متفقين في الاي بي او بس في اختلاف سنستايز ار اتش نجد خمسة وستة في البركوشن يعني احتياطات البلاد ان البلاد يجب ان يكون محترم يعني فريش لم يمضي عليه اكثر من اسبوعين في التلاجة في درجة اربعة الخمسة مش في الفريزر في التلاجة اربعة الخمسة انما النور طفى لازم نرمي الازايز ليه فكر؟ لو دم اديم افهمك زيادة افهمك بلاد ترانسوجن افضل من المحاضرات بكثير ان ده موضوع مهم جدا في الطب لو البلاد اديم فهو الاربسيز ليه عمر افتراضي هتتكسر الاربسيز مرة تانية انت ما بتنقل فصيلة غلط ايه اكثر حاجة خائفة منها؟ ان الدم يكسر طب مانت مانت لو نقلت دم اديم يبقى كأنه دم اديم يساوي وطبعا لازم الدم يبقى فيه هاي هيموغرب انكونتانت دم محترم لان المعظم اللي يبقى تبرعه في بلادنا ايه ناس بيبيع دمه بياخده مخدرات ويبيعه كل يوم يبيع دمه لازم يبقى دمه يشتري بيها المخدرات ففي الاخر بيبقى دمه دمه مجلب غير فيه امراض غير فيه مالوش لازمة فلازم بقى هاي مجلب انكونتان نسألك دواعي نقل الدم ثلاثة طب ايه البريكوشن ستة اقول لك تانية خالي خالي اتنين خالك خالي من الامراض وخالي من التلاوث احفظ معي اتنين تلاتة واربعة لازم يبقى موافق بالكروس ماتشن والنجاتي بياخد نجاتي يبقى دي موافقة للتصائب موافق بالكروس ماتشن والنجاتي بياخد نجاتي طب خمسة وستة دمه محترم فريش ما مضاش عليه اكتر من اسبوعين في التلاجة ودمه محترم يحتوي لازمة عيه من الهيموجب مش عليه اكتر من اسبوعين لتنينة اسابيع ده ماكسيموم طبعا ده حاجة كتير قوي ده لمدة اربعة خليها واحد وعشرين يوم مفيش مشاكل بس ودرجة اربعة نيجي بقى اهم حاجة ليها افكت الكمليكيشن قبل ما اقولها اعود اقول لكم حاجة هنا الجمعات بيحتموا بيها ايه الطائرات اللي بتحدث في الستورد بلاد ياولاد تعال نشوف ايه الطائرات اللي بتحدث انا اقول لك ايه اللي بيحدث احنا عندنا كم خليه في الدم اربيسيز وويت بلاد سيلز و بلايتلتز بلايتلتز عمراء صغير جدا فبتدقص جدا بيبقى الدم اللي هو الستورد ده نسبة البلايتلتز في اليه هلا جدا الوايت بلاد سيلز تبقى ميش بس قليلة وتفقد الفابوسيتيك باور يعني الوايت بلاد سيلز المخزولة ده ما عندهاش فيابوسيتيك باور والذو عندها يعني الانتباضج الانتباضية للحاجات ده موجودة. إنما تفقد الفاجوسيتك. طبعا الاربسيز يدعم عمر فطراضي. فكل يوم الاربسيز عدادها بيقل. غير إنه بيقل بهتفقد الفليكسي بيتي وبتبقي ريجد وقابلة للتكسير أكثر من الاربسيز العادية. يعني الاربسيز تفقد الفليكسي بيتي. الويت بلوت سيلز والبليتليبس عددهم بيقلوا جدا والويت بلوت سيلز معندهاش فاجوسيتيك باور انما عندها جينيتيك باور طيب نيجي بالنسبة لبلازما بروتيج الكروتينج فاكتور فاكتور خمسة وتمانية اسموهم لابايل فاكتور عارف لابايل يعنيه عن نوت ستيبل ان ستورج ستورد بلوت مفوش فاكتور خمسة او تمانية تسكر لو العين نقصوا فاكتور خمسة او تمانية لازم تديروا فريش بلوت فاكتور دم ستورد تاني حاجة في البلازما ان احنا باللحك على العينين شوية اولاد بنحط جزء من الدم بنحط في الكيس جلوكوز ونحط انتيكواجلنس عشان الدم ما يتجلطش نحط حاجات معه يعني ما بيبقاش الكيس نص لتر كله نص لتر لامن لان فيه جلوكوز يعني ما تقدرش تحبس خلايا من غير اكل ما هيموته ما عليست يحط له نوترانس جلوكوز هذا الجلوكوز هيستخدم ياولاد بالخلايا الموجودة فنسبته هتقل التو ثري دي بي جي والحاجات دي كل ده والاتي بي هيقله وفي نفس الوقت بيطلع الاكتك اسد يعني بيبقى مور اسيدك شوية الدم دي الطائرات اللي بتحدث في الاستورد بلوت انا عارف تجامعات كثيرة جدا ما عليكوش بس انا بقول موضوع كامل حتى يغطي كأني باتكلم هنا يبقى الثلاث خلايا تتكلم عليهم من الار بي سيز عدادها هيقل مش قوي بس هتوزد لان عمرها طويل انها بتبقى ريجيد ونط فليكسابل الوايت بلوت سيلز الا اكتر بس يتفقد الفابوسيتيك باور لكن عندها الجينيتك اللي هي الانتي جينيك باور لانتاج الانتي باديز البلاي بلاتلت ستانكوز جدا اللي اندي عمرها زغير قوي البلازما هو هتنسى اللابايل فاكتورز بيقله اللي هم خمسة وتمانية كلوتين فاكتورز وبعدين البلوكوز بيتقل ويتحول للاكتيك أسل ده التشينجز في الستورد بلوت في عبالة كده لو احد الزملاء سأل فيها تبقى عرفها عشان بنغطي هنا تصنع لواقع الفيكس بقى اخر حاجة ونقفل بها البلاد أوف انكمباتابل بلوت ترانسيوجن يعني بازع للاقي جامعات كتيرة جدا تهتم بالحاجة اللي ما بيهتموش بها هيدا خالص اللي هي الانكمباتابل بلوت ترانسيوجن لا نعودين كمبليكيشن بلوت ترانسيوجن عمونا ده جابة نموزاجية بقى في الاخر هركز على الحاجة اللي بيهتمو فيها بجامعاتنا اكتر اللي هي الانكمباتابل انها بدا انا طالب منظم في تفكيري هتكلم كالادي البلوت ترانسيوجن ده بيساهم فيه تو بارتنرز شخصين فيه دولار واحد وفيه رسيبيا مستقبل انت ليه تهتم باللي بياخد دم وتهتمش باللد ده مع ان ده ده راجل يعني محترم ولطيف وبيدي الناس دمه لو انا تبرعت تبرعت فيه احتمالين لو لو تبرعت بكميات متكررة هيجي ليانيميا عشان كده ما يصحش تبرع غير مرة كل شهرين لان تكوين قراط دم حمرة جديدة بدل تبرعت بيه عاوزه شهرين لو اتبرعت بكمية كبيرة يعني لقيت اتنين اصحابي في حدثة وتبرعت الدول ده كاني نزفت كمية كبيرة يحصل لي شوك يبقى الدولار فيه احتمالين كميات متكررة يجيله انيميا لازم ما تبرعش غير مرة على الاكثر كل شهرين كمية كبيرة يجيلك شوك يبقى الدولار في المستقبل فيه كام احتمال ليه نهتم بقى بالانكمباتاول حاجة اقول لك حاجة الانكمباتاول دي حاجة ما يصحش تحدث او الحاجة انفكتب انا هنقل لي دم خايف الدم ده يجيني منه مرض يجيني ايدز مسلا فهم ايدز اللي هو الهومان اميون ديفيشنسي فيروس فلاص ايدز او يجيني هباتايتز هباتايتز سي او بي الايه طبعا لا الايه يتيجي بالاكل او يجيني مالاريا اللي هو على فترة اكتر مرض بيحصد ارواح المالاريا عكس ما الناس تفهمها المالاريا ده من الامراض الانفكتشوات الرهيبة في الدنيا لسه تنقل بالدام يبقى ده الانفكتف كومبليكيشن يبقى عندي في الريسيبيان اربع حاجات اول حاجة الانفكتف وتدي امثلة ايدز هباتايتز مالاريا سيفاليس سيفاليس اللي هو مرض زهري كان مرض جنسي بس خلاص نجي ميكانيكا الكومبليكيشن انه لو انا خلصت اجازة الدم وما افعلناش الخرطوم ممكن اخد هوا يحصل اير امبوليزم بس ده طبعا عاوز اخد متين صمتي على الاقل عشان اتقصى ما تخافش نمرة اثنين مفيش الكلام دلوقتي مع كياس الدم لان الكيس بيقفل لما بيخفص ما بقىش في ازايز دلوقتي انما هي من قولة اير امبوليزم او في حاجة تانية ان احنا يحصل دم بالدفاع ففيه جلطة كانت مسكة في الفيسل فانت من قطر بالدم اللي بتقوله الداخل بالدفاع خلع الجلطة دي ونقلها الفيسل اهم يعني المزيدة في الفيسل فراها تقفلت مهمة هي تقفلت سببت سببت مهمة فبنجي في زمي ميزيدة في الفيسل المثالات اوبر ترانسفوجين لو نقلت دم معطر معام محتاجه يبقى هتزود الوورك بتاع الهارت الهارت هيدخ دم معطر تجاب له هارت فيها ماهي أهم مهمة؟ الزملاء يسمعوني اليوقتي الآلجي 3% من العنين يحصل لهم الآلجي يسخن ويرتعش فيفر وندرائج هذا الآلجي يبقى ليس للدم للإضافات التي تضعها في كيس الدم لأنه مثل ما قلت بضع محلول غلوكوز وانتيكواجلنس وضع حاجات تحافظ على البي اتش كبفر ثلاثة في المية ملع عيني أتصور من الجملاء أما العنب يرتعش ويسخن الأطباء الصغارين يفتكرون أن هذا إنكمباتابل بلاترانسوجين لأن في الإنكمباتابل بلاترانسوجين يرتعش ويسخن تعمل إيه؟ هناك شيء انتمائز جدا هات عين البول ملعين لو ده الآلجي البول هيتأكد مثل الفول لو ده إنكمباتابل بلاترانسوجين والهيموجلب نتكسر هتلاقي اليورين هينزل أحمر في هيموليس نواتج الهيموليس ده أكتر كومبليكيشن إنكمباتابل بلاترانسوجين أنا أريد أن تتركزوا فيها هذا ما عليكم أساسا قبل أن أجلها وأنهي بها أقولهم ثاني الشخص المنظم فيه كومبليكيشن في الدونر كميات متكررة أنيميا كميات كبيرة يجيله شاك ريسيب يعني أربع حاجات ميكانيكال فيزيكال وإنكمباتابل إنكمباتابل قولنا الأمراض تخطرص رصة أيضا هيباطايتس مالاريا ميكانيكال يا إما خلص الدم وخد هواء أو بتدي الدم بندفاع لأنها في كميات كبيرة وفي سرعة فعاوز تنقذه بسرعة تعمل ديسلوجم حاجة ميكانيكية هي ديسلوجمت أفترومبس ينتقل من أفضل 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 فيزيكال في حاجتين أفضل 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 أنا فضل أفضل الأفضل فهو تعدن حجم أفضل 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 الأفضل وأهم حاجة هي ما هي اتداريكة ويؤتد أنه لا أعرفه الزبلاء يوجد فتا تلقي الميات للغاية المقبلة خذ لا تنقل عنها يرتعش ويسخن لو تكون موضع لغاية ولا أهتم بشكل أفضل وأنهي بها بذعا عندما أقولها فهوزع النوهتم بأداة كمبليكيشن لها صحة أن تحبس هذه معناها غيبة الضمير يا أولاد أن ننقل دم بدون كروس ماتشنج وعندما عملت كروس ماتشنج خارج الجسم حطيت الدم بالدونر على الدم بالسيب من بره الجسم وما حصلش حاجة كيف سيحدث حاجة داخل الجسم؟ ما عملنا بيانة خارج الجسم؟ لماذا سوف يحدث داخل الجسم؟ بره ما حصلش حاجة داخل الجسم فده معناها أن الناس قد يستعبانك الدم بيبعثلنا البلد من غير ما يعملوا كروس ماتشنج وقد يكون الخطأ في البطاقة بتاعة الشخص الريسيبيان قد يكون خطأ في المكتوب على الإزازة قد يكون سب جروب انكمتابيليتي كل بقى الاحتمالات تدخل لو عملنا كروس ماتشنج وهو ما يجب أن يحدث لا يصح لا يصح أن يحدث انكمبتر بلد رمسلوشن بس مش أولى أوضع من ذلك تعالى بقى دي أهم حاجة بيحبوهم نقول دم خطأ وهذا لا يصح أن يحدث سيحدث مرحلتين الأول الأغلوتينين سيمسك في الأغلوتينجن بتاع الأربيسيز يعمل لها أغلوتينيشن أغلوتينيشن باي أنتي باضيس فالأربيسيز تمسك في بعض طبعا رسمها هذا هو ABO Incomptability لأن وكام واحد أغلوتينيش ياضح 5 وكام واحد كام اثنين بينما WoG فارولى الإنطابع 시 الصمام قدا بالمجاح أخبر الفرصة انما اله يمسك اثنين بس. بس الى الاول. ايه عيب الموضوع ده برصوا على الفيسل. الفيسل اتقفل. خصوصها لو كان كابلاري. ما فيه حتة مش رحلها دم فده بيدي بان في الباك في الضحر. بان في الجوينتس. لو فيه دم مش واصل لقلب كفاية. كارديك بان. اللي هي الزبحة الصدرية. بعد كده بقى قلنا الانتي بادي مسك الاربس اس. مين بيكمل ويكسر الكمبيوت. يحصل هيموليسس. عشان عارف في ناس كده متكسب دي. يبقى اللي عمل الانتي باديس. نصطرلا للأموليسس للأواقل هو مجرد. يكمل مبادئه الانتي بادي. يكسر الاربس اس. لاحب نعرف. اول خطوة الانتي بادي يمسك الاربس اس. وبعد ايه يأتي الكمبيوتين من تحت اس. يفجره. يبقى اللي عمل مبادئ الانتي باديس. اللي فجر الاربس اس. فهيطلع ثلاث حاجات من الاربسيس أحب النظام أعرف هيطلع هستامين نعصى إيه هنا يعمل فازو ديلتيشن وبالتالي تبروك في الارتير بلاك بريشن وبالتالي شاك يبقى الهستامين هيعمل فازو ديلتيشن و شاك كل الخلايا بوهل يا أولاد بره في صدق يطلع الفوتاسي هيلخبة ضربات القلب هيعمل أريثمية أريثمية يعني الهارت ريتميك يعني فيه إقاع ريتم يسمونه ريتم أن الهارت يصبح غير منتظم أريثمية أكثر أينخشاه للقلب هو البوتاسو ثالث وأهم حاجة هتطلع ليمجلمين يا أولاد ليمجلمين ليه ثلاث تأثيرات هيروح الليبر يتحول لبيلي روبين قلناها إلى صبغة صفروية هتزيد في الدم تدي جندس صفرة طيب اللي مجرد من وين فري هيخلي زوجة الدم أكثر الأزموتيك بريشور بتاع البلاد هيزيد حشفه بماية من الأكثر سعر فليوت حجم الدم يزيد مجرد من العالي و هيه يضب المذائل تنتهي بمجرد من دم فکاه سؤال مهم جداً الهيموغلوبين وينفري وهو في التيبيولس الكيدني يتفاعل مع اليورين الحامضي يدي كلكيع بني اسمها اسد هيماتين شاهدتها في المعمل لما كنت تضعه على الهيموغلوبين كان يدي حاجة لونها بني اسمها اسد هيماتين هذا يبقى موجود جوه الأنابيب الكيلية يصدها يعمل لها كرينالفيلية تقف الكيلية وفي سؤال داخل سؤال افتحه ابنك لما يقول لك what the cause of death in incompatible blood transfusion تقرأ السؤال الانسان الذي له دم غلط يموت من فشل كلاوي وعليه لو المدينة دي او القرية دي ما فيقاش جهاز غسل غسيل كلاوي يبقى عنده مات الانسان الذي له دم غلط يموت من فشل كلاوي وابقى فرغت من البلد يبقى ثاني بس جاوبناها انا عارف في معظم جامعاتكم بيهتموا بالحاجة اللي ما بنهتمش بها هنا خالص التي لاجب ان تحدث هنا الانكمباتبالوات transfusion اللي هي لو واحد ما عملتش كروس ماتشين ازاي عملت كروس ماتشين برا الجسم ومحصلش حاجة وميحصل جوه يبقى معاناك كروس ماتشين ما تعملتش غيبة الضمائر وعلى الباغي تدور الدوائر مش هقولها اكتر من كده لما تشتغل في بنك الان بيهتمام اروح ناسي اخي اوعى تبعت كيس لمجرد المكتوب عليه بلاد جروب ايه والعان ايه بقى داي وافق ده اعمل كروس ماتشين يمكن فيه سب جروب انكمبتابيتي يبقى large volume transfusion ثاني لجابة المداجية في دقيقة انقفل complications يا دونر يا ريسيبيان الدونر حاجتين ريسيبيان تحب النظام قوي اربعة الدونر ادى كميات متكررة يجيلوا انيميا كل شهرين كمية كبيرة يجيلوا شوك ريسيبيانت اربعة اخرهم انكمبتاب بطلسوجة لما يصحش يشرح انا بخاف لما تنقلي دم اللي يجلي مرض اقول امثلة ايدس حاجة ميكانيكية يعني بعد ما خلص الدم خد هوى الامبوليزي عاوز 200 سنتي على قل عشان تطقر وما فيش الكلام ده مع الكاس اللي هي البلاستيك تقفل وحدها او خلعت الدم داخل بالدفاع خلعت ونقلها من ونقلها من ونقلها من ونقلها من الحساسيات من الأضافات المضافة إلى كاس الدم في 3% العين سيسخن ويرتعش. تعرف كيف هذا الفيزيكال ليس إنكمبتابل على الانتهاب لكي كنتم تقول لهمش. ترى العين في العملية يتبول والعين لقيته سيقن. حط أسطرة في المثانا وهكذا العين في البول. البول يبقى هذا الفيزيكال كمبلكيش مجرد وقف الدم وخلاص. البول في دم يبدأ إنكمبتابل ترانسفوشن. فالإنكمبتابل نمر ربعة والأخيرة بالإنفكتب نمر واحد بكانيكال نمر اثنين. فيزيكال نمر ثلاثة إنكمبتابل نمر ربعة أداة اللي لا صحة أن تحدث. سأتمر بمرحلتين أحب النظام أول. الأول الأبيوتينين الأنتي باضي هيتفاعل مع الأنشن في الاربسيز يعملها أجلوتينيشن. في حالة ABO أنهي أنهي أنتي باضي بلاجع. المينوغلوبلينز M اللي هو بنتامير اللي يمسك كام عشرة. يبقى ده منظر بتاع ABO إنكمبتابلتي. لما لو رأيت اثنين بس مسكين في بعض يبقى RH إنكمبتابلتي. منوغلوبلين G اللي هو مونومير بمسك اثنين. وعليه سؤال في MSQ مين أخطر ABO إنكمبتابلتي أخطر من RH إنكمبتابلتي. هتعمل إيدي هتسد الفيسل تدي بان في الباك في جوينتز في الهارد. يجي الكمبتابل بقى يكمل مبادئه الانتي باضي. كومبليت عشكاسة مو كومبليت عشكاسة مو كومبليت. يكسر الاربسيز اللي ماسكة ببعض. هيطلع منها تقت حاجات. يبقى الهيموليسيس بالكمبتابل. يبقى الهيموليسيس بانتي باضيز. يطلع هستامين يعمل باضيو دولتيشن. يطلع أي خلية فيها فوتاسيوم. تلخبة ضربات القلب. وبعدين يمجلب. دي أهم حاجة تكلم عليكم. ثلاث احتمالاتي. يعني ما ثلاثة فيها ثلاثة. يبقى طلع هستامين وفوتاسيوم ومجلب. يحب النظام قوي. اللي مجلب من ثلاثة. يروح للليبر يتحول إلى بليروبين يديجوندس. بليروبين يعني بايل أصفر. البالي الدهب يدعون دهب اللي هو الجندس. مرض الصفر. اللي مجلب من إزاي هزاود الكاردكورك الأوائل بطريق طين. هيزاود الفيسكوستي. اللي مجلب من ويمفري. هيبقى الدم أكثر لذوقها. هيزاود الأزموتيك بريشور بتاع البلد. هيسحب دم من الاكسوسيار فلويد. فحجم الدم يزيد. يبقى ذات حجم الدم. وده يزاود الورك بتاع الهار. وزاد اللي زوجت الدم وده يزاود الورك بتاع الهار. هيحصل. بس مش هيماوت. وما الا الا هيماوت. ان اللي مجلب يمفل. تعتكدني هيدي اسيدي متين هيبلوك الرينال تيبيولز. هيدي رينال فيلير. وده الكوز. تمه بحمد الله البلد. يبقى فارغنا يا ولاد من. إنترو دكشن. نيرب. سكيليتال ماصل. اوتونوميك. وبلد. للا الأجزاء الأساسية. في الفيلم الأولي. وهنستأهى نكمل بعد كده عندنا سموث ماصل وحاجات أخرى. أنا بشكركم على وقتكم. وأتمنى أكون أفدتكم. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق. وفاقكم الله. جود لك يا شباب. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.